طيب في حاجات كده ايه سبايسي في حاجات كده الراجل بيكره يسمحها في قاعدة الصلح ما يتقش يعني هو عارفة لو قلتي بصي هفنجر القاعدة وقومش زي مثلا كلمة انت طول الوقت مش شايفني انت طول الوقت انا مش على بالك ولا في حياتك اصلا ليه الست الراجل يوصلها انها تقول الجملة ازا دي مع ان الجملة دي مهينة لكرامة الست جدا يفعل ان الجملة دي تبقى مهينة جدا للست لحظوا حدين نية دي وصل لدي وطبعا الاهتمام ما بيتطلبش وهاتلي وردي يا ابراهيم الكلام اللي احنا كلنا متعاودين علي او دايما ايه انت مش شايفني طب هو المفروض انا قولها له ازاي لا ايه دايما اغلبية ستات بتحاول ان هي توصلها مش هنقول كله طبعا لكن مش هنعمم لكن اغلبية ستات بتحاول توصلها بشكل او باخر بتلبس بطريقة معينة بتتكلم بطريقة معينة بتحاول توضح له ان صاحبتي دي لما خرجوا ده بص كانوا بيتعشوا برا بتحاول ان هي توضحها لها وعايز اقولك برضو الصراحة يعني بقى اهو انا رجالة اهو بس لازم نقول الصراحة ان فعلا في رجالة كتير بتبقى فاهمة وامتنشة فاهمة وامتنشة اوه ده عيب خلاص يعني ده عيب بقى لما ينفعش الطريقة دي لكن اللي فاهم خلاص بدأ يستجيب هو ده عايز فعلا يستجيب وهو غلط ما هو هنا بقى في القعدة دي هي قعدة صلح فهو اهو عايز يرجع لمراته فهو المفروض يستجيب خلاص اما هو هيرجع لها ازاي؟ طبعا يعني مدام بيحبه او عايز يرجع لها فهو لازم يستجيب بس هو الراجل برضو كرامته اللي هو ما بيعني اللي هو انت مثلا عادت شهر شهرين ما بتكلمنيش واحنا زعلانين فايجوا لك انا زعلانا الست ما تتقبلش البعد مقابل زعل صح يعني الست تعمل فيها اي حاجة تموتها ما تدهاش فلوس ما تجبلهاش هدايا بس هي تبقى شافاك في البيت قدامها صح يعني ما ينفعش تبعد عني وتقولي سانة زعلان يعني ولما تيجي الست بقى تقوله ايه طب هو انا ممكن اعمل فيك كده يعني في قعدات الصلح احنا كل ده في حلقات ان احنا بنتصالح عشان نرجع للمطلقين لكن هل انت بقى لو انا بقى زيك كده انزل اخرج مع اصحابي واسافر مع اصحابي وعيش حياتي يقوله ايه ده ازاي انت ست وانا راجل طب ما الاحساس ده ما فيه الست وراجل فعلا هو الاحساس ده فعلا ما ينفعش فيه انا دايما حتى بتكلم في كده ان ما ينفعش نقعد نفرق ما بين الراجل وست لا هم اللي تنزل بعض على فكرة وما ينفعش فيه المقارنة ايه ده طب ما نعمل زيك وانتي تعملي زيه يبدأ الخناقة تاني تجبر لقد احنا عايزين نهدي الدنيا في الحالة دي بقى لو احنا بيقوله حاجة بسيطة جدا ان الراجل يريد تبقى متفاهم طبيعة الست اللي قدامك زي ما قلنا الست بفاهمه تصلحه ازاي او تكلمه ازاي لازم يقوم متفاهم وانتوا قاعدين القاعدة دي نرجع بقى الاول حاجة انتوا قاعدين القاعدة دي عشان تتصلحوا مش قاعدين عشان تتخنقوا او تقولوا البعض عيوب بعض لا احنا هنذكر العيوب هنذكر المشاكل انت دايقتيني في واحد اثنين ثلاثة وانا دايقتك في واحد اثنين ثلاثة احنا عملنا كذا 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 لا دي درنا الموقف ده بطريقة غلط لي عشان نوصل في الاخر ان احنا شلنا كل ده وبدأنا الحياة الجديدة الافضل بس من غير ما كل واحد يجرح التاني